يعني أنت شايفاها ظلم للرجل؟ طب ليه مش شايفاها أنها تأمين للمرأة؟ النهاردة الأب والأمة بيدوروا لبنتهم وما بيقولوا ظاهرياً بنشتري راجل هل هو فعلاً راجل؟ بس دا مش دورك خلتها تمدي على التوكيل من غير ما تعرف عشان ترفع قضية على أبوه متأييد التعبير؟ لما هيطلق؟ من حقه يتجاوز تاني؟ دكتور عبير الستات مفترية قال فالمرأة هي اللي خلت المجتمع ذكوري ممكن الزوجة تخلع زوجها عشان راحة ديوزة عليها؟ أهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أوراق القضية على منص الدقائق بيشرفني النهاردة الدكتورة عبير نجم المحامية أهلاً بيكي أهلاً بيكي شكراً على تلبيت الدعوة أنا اللي متشرفها بوجودي معاك يا أستاذها يسلم شكراً جزيلاً وسيقة التأمين ضد الطلاق اختلف عليها الناس ما بين مؤيد ومعارض شايفها إزاي؟ آآ وصيقة التأمين آآ بتاعت الطلاق اللي تم طرحها بشوفها بتشبه نفس الكلام بتاع إن أنا لما النهاردة زوجها بتتطلق من جوزها آآ بعد عمري طويل عاشوا مع بعض وابتدى من الصفر فلما بقى غني أو بقى معايا صروة بيطالبوا إن هي تاخد نصف صروته أنا ضد الاتنين لأن أنا دايماً برجع في قانون الأحوال الشخصية إنه هو قانون بيرجع للشريعة الإسلامية والدستور نص على إنه جاي من الشريعة الإسلامية أنا بخالف الشريعة بمعنى النهاردة إيه لي خليني أحمل الزوج إنه يدفع في الشهر حتى لو كان أقل مبلغ 75 جنيه ورد بو 3000 في ناس مرتبتها كده في ظل الظروف الاقتصادية اللي إحنا عايشينها ده بالنسبة له مبلغ لو القائمين على المشروع شايفين إن هي مش فلوس فهي بالنسبة لناس معاناية أنا النهاردة ممكن أكون أنا السبب في إنه جوزي هو اللي يطلقني وبالرغم من كده هي طلقني هاخد العدة والمؤخر ووسيقة التعمين فهل ده مش ظلم للزوج وإحنا ليه دايماً بنتكلم بإسم الزوجة ليه ما بنتكلمش بإسم الأسرة ليه دايماً اللي بينادوا بحقوق المرأة ومكتسباتها ما بينادوش بمكتسبات الأسرة ليه دايماً بيحصروها في المرأة على فكرة إحنا المرأة طبعاً شيء مهم في المجتمع وهي نص المجتمع بس في بقية المجتمع في الأطفال وفي الزوج اللي لما هيطلق منحقه يتجاوز تاني وثيقة الطلاق دي ممكن تكون سبب للزنا أنا النهاردة مش قادرة أتجاوز تاني هضطر أن أنا أزني هضطر أن أنا أعيش حياتي بدون زواج وأنا لسه شاب طب ليه فأنا ضد هذه الوثيقة يعني أنت شايفها ظلم للرجل طب ليه مش شايفها أنها تأمين للمرأة؟ هو تأمين المرأة مفروض من بداية الزواج إزاي بقى؟ إن الأسرة هي اللي ما أمنتش البنت أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن مكتسبات المرأة أو الحالات اللي ما بعد الطلاق طب أنا ليه ما بتكلمش دايماً لو تلاحظ يعني هتلاقي المجتمع بتاعنا ده فيه خطأ بنوع فيه اللي هو قبل الزواج هو الزواج أصلاً قائم على إيه؟ هل على المواد والرحمة والمشاعر والحب ولا قائم على المادة؟ هل هي شركة يعني رأس مالها مادي ولا معناوي؟ هو الزواج اللي بيدوم غالباً هو اللي قائم على المواد والرحمة والحب النهاردة الأب والأم بيدوروا لبنتهم هم بيقولوا ظاهرياً بنشتري راجل طب هل هو فعلاً راجل؟ هل هو فعلاً أنتو بتشتروه بفلوس وبعد كده بتزلوه؟ هل أنتو بتاخدوا الراجل ده أنه هو بيشتغل عنده طموح حتى لو ما عندهش فلوس كتير بس بيكبر وبنكبر سوا النهاردة أنا لما بعض زوجي بيشتغل وبيحقق مكاسب مادية وأنا النهاردة لما بقاعدة في البيت بربي الأولاد ومعشان جوزي ينجح لما إحنا الاتنين اختلفنا مع بعض البيت هيتم هدمه هل فيه زوج متفاهم أن الزوجة النهاردة هتشاركه في الحياة وهتنزل تشتغل مثلاً بعدة ساعات معينة لما يحصل مشاكل هبقى فيه تفاهم هل بيدوروا على الزوج ده؟ ولا بيدوروا على واحد يتجوز بنتهم عنده شقة أو عربية وعنده عنده يا إما لو ما عندهش أنا هشتريتك وهتحكم فيك هو ده اللي لازم مفروض ندور عليه الخلق الإنسان اللي يكمل مع بنتي اللي يصنها لما تمرد اللي يصنها لما يحصل لها ظروف أنا وقعت فيها كزوج هي وقفت جنبي فأنا هعوضها بعد كده لما ربنا يكرمني ويراضيني مش هروح أتجوز واحدة تانية لكن النهاردة لما أنا أتكلم عن وثيقة التأمين ضد الطلاق طب فين التأمين قبل الزواج أمن على بنتك واسأل عنه كويس وعرف أنت بتجوزه مين هي كده كده ليها ليها الحقوق اللي الشراحة ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة ليها المؤخر وليها المتعة وليها العدة وليها نفاءات ولادها وليها أجر مسكن وأجر رضاعة كل ده موجود لو عايزين نتكلم على مشاكل بجد يعني إحنا ببنواجهاش في المجتمع ومش بنبصلها المحاكم محاكم الأسرة أنا بطالب بحاجتين في محاكم الأسرة بطالب بقادي متخصص يكون زي زمان كان فيه اللي هي المحكمة الشرعية كان بيكون قادي شرعية ومتخصص فقط في القضايا الشرعية ومن الناحية الشرعية والقانونية شريعة وقانون النهاردة القادي بيلف على كل التخصصات عشان يجي يقعد قدامي ويتعامل معايا في قضايا الأسرة اللي هي قضايا حساسة وشائكة جدا بتمس المجتمع كله النهاردة أنا جت قدامي كقادي قضية فيها طلاق أو فيها خلع أنا بلجأ الأول لمكتب التسوية إيه دوره هنا المفروض؟ للأسف ما بشوفش إن دوره موجود طلاقا فقط بالتسوية ده من أخطر الأدوار المهمة اللي كان ممكن من خلاله حاجات كتيرة قوي تقلل من أمد الخصومة أو تقطع الخصومة تماما التسوية دي إن إحنا بنيدي فرصة للزوج والزوجة إن هما بيجوا قدامنا وبنحاول إن إحنا نجيب حكمين أو من الأخصائين الاجتماعين والنفسيين يتكلموا معاهم ونشوفوا على فكرة أنا في حالات كتيرة جدا بتجيني زوجات وبرجعها تاني الجزء بس ده مش دوريك؟ ده مش دوري لكن دوري كإنسانة دوري كإنسانة مثقفة عارفة أو عارفة ديني إن أنا شايفة لما مثلا واحدة بتجيني بتقولي أنا النهاردة ودي حصلت قدامي أنا عايزة تطلع قالت لي أسباب معلنة ولكن الأسباب الغير معلنة أنا استشفتها حسيت قالت لي أنا عايزة أنا عايزة تطلع عشان هو طول الوقت مش عايزني أخرج شاكك فيا أنا سألتها سؤال هو بيحبك؟ قالت لي أيوة بيصرف على البيت قالت لي كريم جدا ابني ناس جدا محترم جدا قلت لها هل في مشكلة في العلاقة الحميمية قالت لي هو بعد فترة طويلة من الجواز حصل له مرض معين وأصبح العلاقة الحميمية مش مش قوية فإذن طول الوقت حس إن هي هتسيبه هتتطلق منه فبدأ يغير أنا قلت لها حاجتين قلت لها أول حاجة هل أنت هتقدري يعني أنت عايزة تتجاو أنت يعني لو تطلقت هتتتجاوزي تاني قالت لأ طيب أنت ولادك عايشين معاكو مبسوطين الولاد ما بين الأب والأم ما فيش أي مشاكل ما بينهم غير إن هي حاسة نوعبية غير طيب أنت ممكن تحتوي الإنسان ده اللي ممكن يكون اتجرح أو حاس إن هو في موقف ضعف احتوائك لزوجك وإنت مدام أنت مش هتتجاوزي ومش عايزة تتجاوزي يبقى بيتك أولى بيك عايزة أقول لحضرتك الكلام ده من خمس سنين وما زالت العلاقة الزوجية قائمة وزي الفل بنوعي بندي معلومة ليه نخر ببيت في بيوت لازم العلاقة يعني تنتهي وفي بيوت الناس ما بتبقاش فهم فاحنا لازم نفهم الناس ونوعيهم ده دور مكتب التسوية لازم يتم اختيارهم على أكمل وجه ويكونوا مدربين ويكونوا محنكين ويقدروا يعملوا المستحيل ولازم يتحسبوا على عدم وصول لنتيجة والقاضي لازم يعمل تحقيق النهار ده لما زوجة ترفع دعوة نافأ على زوجها وهو قاعد معها في البيت وهو ما يعرفش وتخلي بنتها اللي تمت 15 سنة لأن القانون بيقول لو أنا تمت 15 سنة أقدر أن أنا أرفع قضية على والدي خليتها تمدي على التوكيل من غير ما تعرف عشان ترفع قضية على أبوها قضية نافأ وهو عايش معيها طب إيه الدافع إيه السبب عشان هي عشان هي أولا متضايقة من أهله عشان هي عايزة تمسك المصروف في البيت هي اللي عايزة تصرف هي مسرفة فهو طبعا بيتحكم وطبعا الرجل بيكون أكثر اعتدالا في الإسراف هي طبعا عايزة تتحك أي كان السبب أنت لو عندك مشاكل في النفقة كنت هتواجهيه هتتكلمي معاه وتقولي له أن أنا لو أنت ما أنفقتش علي أنا هرفع قضية يعني هي عايزة مصروف زيادة رايحة محكمة الأسرة مش عايزة مصروف زيادة هي عايزة تمسك عايزة تتحكم بشكل كامل بالزبط ما عنديش مشكلة رفعي نفقة بس البنت أنت بتقطعي صلة الرحم بتوقف البنت قدام ولدها أمام الأب في المحكمة طبعا القاضي لما قلتله وضحت له أن البنت طبعا المحامي جايب النيابة عن البنت فوضحت له أن البنت قالت لباباها أنا معرفش أن فيه توكيل وأن أنا هقف قدامك فالقاضي طلب تأجيل القضية لحد لمسول البنت أمامه عشان يسألها ما القب هيحضر في الجلسة إحنا كده عملنا إيه قطعنا صلة الرحم طب والزوجة فين عادي جدا ما هي رفعت القضايا دي النفقة بكل أنواعها وحولتش حتى لا من أهلها ولا من أهل ودي برضو نقطة كبيرة يعني مشكلة كبيرة إنه لا الأهل بيحاولوا يصلحوا طيب يا لما راحت رافعت النهار ده قضية فين مكتب التسوية عشان يتأكد ويتحرق الدقة في إن فعلا الأب ما بينفقش ومكتب التسوية دوره هنا دوره حتى في أضايا النفقة أي قضية مش فلع أو طلق أو كده في أضايا هو ما ينفعش يتكلم فيها زي النسب والحاجات دي لكن أضايا اللي فيها نفقات واللي فيها طلق لازم يبقى دوره اسمه مكتب التسوية بيبقى فيه أخصيين لازم إن هم يعودوا مع الطرفين الأب ما أعلنش بيعلنوا إدارية عشان ما يعرفش إن فيه جلسة بيددوله يعني مثلا هو بتقطه في مكان سابه من زمان بيتم إعلانه على مكان هو أساسا باعه عشان خاطر يلاقي نفسه لسه له جلسة أو اتحكم اتحجزت الدعوة للحكم بدون ما يبدي أي دفاع ولا دفوع والنفقة فيها دفع أو حبس بالزبط طب هي استفادت كده لما عملت ده خلاص هي بيبقى واضح جدا بص إساسها هي سام الست اللي بتبقى دخلت المحكمة غالبا بتبقى خلاص هي دخلة وهي مش راجعة عن الطريق ده هي هتكون مستنيا إن هو يطلقها عشان تاخد حقها هي مش هتطلب مش هتخلع وطبعا واضح لأن الموضوع مادي بدليل إن رفعت نفقة للبنت لوحدها والولد والبنت الصغيرين لوحدهم وهي نفقت زوجية وهي عايشة معا في البيت وراحت قعدت عند أهلها ففين يعني استفدت استفدت فلوس بعد كده هو لما يتعب نفسيا هيطلقها فهتاخد برضو جميع حقوقها وهي شايفة إن هي انتصرت بس هي خسرانة خسرانة مدام ما فيش سبب قوي إن أنا أسيب البيت وهده يعني أنا بشوف إن الأسباب اللي تخلي زوجها إن هي تنفصل عن زوجها اللي هي التطليق للضرر زي إيه؟ إنه يكون بيضربها إنه يكون بيشاب مخدرات إنه يكون يعني طول الوقت إهانة وتعذيب ويعني بيطلع أسرارها وبيحرجها طول الوقت اللي فيه ضرر فعلا ملموس ده اللي أنا أقول أنا معاك يبقى في جنبك إن أنت لازم تتطلقي بخيل ارفعي نافقة أو اتطلقي برضو أنا بشوف إن الإنفاق برضو ده تطليق للضرر برضو دي أسباب قوية جدا لكن مجرد إن أنا عايز أمسك مصروف البيت يعني طب نتفاهم يعني نجيب ناس أكبر من عندك ومن عندي نتفاهم نشوف الدنيا إيه ممكن يكون غلطان في حاجة أنت غلطانة في حاجة نحاول نقرب وجهات النظر لأن من أسباب المشاكل الأسرية التفاوت الثقافي بيبقى فيه تفاوت ثقافي ما بين الاتنين هم بيتجوزوا عن طريق المظهر هو شقته مثلا في مصر الجديدة وهي شقتها في مصر الجديدة فالتنين لايقين على بعض خالص ثقافتك إيه ثقافتها إيه ممكن تكونوا أنت الاتنين من نفس المحيط ولكن البيئة مختلفة الثقافات مختلفة أنا مثلا أصلي من الصعيد وهي أصلها من الزمالك أنا ليه عادات وتقاليد وهي ليه عادات وتقاليد هنشوف ما ممكن هي تقبل بهذا ولا لأ لازم أتكلم معاها أشوف لأن لو الثقافات مختلفة أكيد هيحصل فيه خلافات أسرية فيه كمان اختلافات اقتصادية بيحصل ساعات دروبات مادية الزوج بيقع أو بيتعثر ما بتستحملش عشان عايزة الحاجات المهمة بالنسبة لها فيه زوجات بتستحمل وفكرة فيه زوجات كتير خصوصا المرأة المصرية بتتحمل بس هي للمشكلة أن الوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بيتأثر على بناتنا والبنات الخصوصا من سنة 18 لحد 37 سنة التأثير بقى سلبي جدا فالستة المصرية بتستحمل لو جوزها وقع في أي أزمة مادية بتقف جنبه بنبتدي بقى ننزل بالأولويات يعني بالمتطلبات للأولويات فقط فلو الست معرفتش تعمل المعادلة دي بتحصل مشاكل يبتدوا يتخنقوا يبتدوا يتطلقوا في مشاكل اللي هي من نوع عدم التفاهم أو الإدمان الإلكتروني يبقى الزوج بييجي ماسك الموبايل هي ماسك الموبايل مفيش أي تفاهم مفيش أي تواصل والولاد نفس الكلام تيجي بقى لما نشيل الموبايلات أو نقطع النت من البيت قعدهم مع بعض شوف كمية المشاكل اللي بتحصل شوف الأفكار السلبية والعصبية والرد فعل الغير المبالغ فيه كمان حتة الاختلافات الدينية فيه معتقدات برضو دينية ماينفعش أنا النهاردة أبقى يعني متدين جدا وملتزم جدا وفي نفس الوقت هي يعني إنسانة متحررة وأجي بعد ما تجوزها أقولها عملي وعملي وعملي لا أنا لازم من الأول أشوف هي ماشية مع أفكاري وثقافتي ولا لا أو متقبلة تعدى أي تعديل أو مصيحة أو متقبلة الكلام جاوة لا 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 ماستناش بعد قعدة بتكلم في شقة وفي عربية وفي مهر وفي مؤخر وكذا وكذا وسيبقى أهم المسببات اللي ممكن تخلق مشاكل زوجية للأسف المجتمع بتاعنا مفيش فيه وسط يا إما فياشي إسلامي إخواني سلفي يا إما لبرالي علماني ونفلت ما عندناش الوسط الوسط ما بين الاتنين نجمع ما بين الدين وما بين التقدم والتطور وندمجهم والدين بتاعنا كده هو وسطي دين وسطي هو ممكن يكون فيه بس يعني قلة لكن أكيد فيه ناس وسطيين موجودين فيه ناس وسطيين بس إحنا كتير الكتير هيغلب يعني أنا النهاردة لما يعني لما الشباب يتفرجوا على السوشيال ميديا إيه أكتر حاجة إيه أكتر ماتيريال بيحبوا يتفرجوا عليها أو بتسليهم هل المهرجانات هل حلقات الحلقة اللي بنتكلم فيها هيسمعوها ولا هيدخلوا على مهرجاناتي ده هيدخلوا على أي حاجة تاني طيب ده اللي أنا بتكلم فيه دور المجتمع دور الإعلام دور الجامعات دور المؤسسات الدينية المؤسسات الدينية ويعني وكمان أنا بحس المؤسسات الدينية يعني عندها أفكار وعندها حاجات كتير حلوة بس مش عارفة ليه وقفة عند حتة معينة يعني أتمنى أن هي يعني تتكلم بقلبي جامد لأن حان يعني حان الوقت دلوقتي أنا الأوان أن إحنا لأ إحنا لازم نوقف المهازل اللي إحنا بنشوفها دي الولاد بقوم بيسألوا دلوقتي الطلاب في الجامعة بيسألوني دكتورة هو إحنا بنتعلم وبندرس وفي الآخر اللي بيبقى معاه فلوس الجاهل اللي بيطلع على سوشيال ميديا طب إحنا بنتعب ليه حضرتك متخيل مدى صعوبة السؤال ومدى مرارة الإجابة الإجابة بتكون إيه؟ الإجابة اللي أنا قلتها أنا طبعا قديتهم أمثلة كتير وقلت لهم يعني أنه طبعا أنا لما أجي أقارن مجدي عقوب مش هقول بقى نموذج من النماذج اللي إحنا بنشوفها حنشوف من له التقدير والإحترام والإجلال ومن له التنمر والتريقة والمسخرة فطبعا اختاروا مجدي عقوب ترونوا أنا مش عايزاكوا تبقوا مجدي عقوب أنا عايزاكوا يبقى عندوكوا إصرار وكفاح وإيمان مجدي عقوب وولترون كمان أن السعي ده اللي مطلوب ولكن السعي إزاي؟ بما يرضي الله السعي الحلال السعي المحترم مش السعي إن أنا أسعف حاجة حرام وحاجة غلط وحاجة مبتزلة حتى لو جاني منها ملايين أنا مش هحترم نفسي ولا الناس هتحترمني ممكن يكون معايا فلوس كتير بس الناس بتتنمر علي وبتتريق علي وفي الآخر يعني بيقع الطير ده مهما عيلي هو بيقع ديتهم أمثلة طبعا وقلت لهم لو أنا بنتي تقدم لها حد بتاع مهرجانات معا ملايين الملايين وجي واحد طالب من عندكم من نوكو ولد مؤدب زي فلان أو كذا وبشتغل في وظيفة بياخد حتى 6000 جنيه مش هقولك يعني أنا هقبل الموظف على قد حاله ده لبنتي لأنه مناسب لثقافتها لفكرها لدينها ولكن الفلوس دي ده رزق وفي السماء رزقكم مما توعدون الرزق ده ربنا ممكن يديه لأي حد إنما السعي مش أي حد يقدر يسعى ويجاهد بطريقة صح والعلم ربنا أمرنا بيه فولولة العلم ما كانتش تقدمت الدول الغربية فهو دورهم دلوقتي في حروب الجيل الرابع إنه هما يدخلوا للشباب في حتة إنه لأ إنت التعليم مش كل حاجة إنت الفهلوة تبيع فكرة تبيع نفسك تبيع كرامتك فعايزيني يبوزوا الهوية المصرية العربية أو حتى الشرقية جوه الشباب طيب هل إحنا مجتمع زكوري؟ المرأة المصرية هي اللي خلقت المجتمع الزكوري إزاي؟ إزاي؟ المرأة؟ المرأة هي اللي خلقت المجتمع الزكوري؟ وخصوصا بقى المرأة في السعيد وفي القريف نا أحكي لي بقى هقولك فضل النهاردة أنا لما وده حقيقة خلينا نققق بص أنا بحب أحب أن تكون صريحا أرض الواقع بتقول النهاردة أنا لما باجي أعلم ولادي ماشي بقول الولد ده اللي هيخش طبه وهندسة ده اللي هصري فعلي إنما هي هتتجوز وهاتقعد في البيت هتديها أي شيء طبعا ده مش كل أولياء الأمور يعني الفكر اختلف طبعا عشان الستة دلوقتي من ضمن مكتسبتها أن هي تتعلم عشان تشتغل وكذا وكذا عشان يبقى لها كرير وكيان عشان في الآخر تروح ترفع عضايا خلع وطلاء يعني فتلاقي المرأة في السعيد دايما بتشوف أن الولد هو ده سيد الرجالة هو ده قوم يخديم أخوكي قوم يهاتي لأخوكي مية قوم ينظفي لأخوكي قطو قوم يعملي كذا ما بنسمعش قوم خد أختك اعمل كذا أقف جنبها شل لها الشنطة ادخل ساعد مامتك في القبي حتى الولد لما بيشوف بابا بيشارك مامته في البيت بيطلع يقلده على فكرة بيحترم المرأة لكن لما بيشوف الراجل طول الوقت سي السيد هو بيطلع كده وهي السيد برضو اللي بتخلي الراجل سي السيد لأن أنا بقول بقى تفاهم أنا النهاردة بقول لك أنت لما بتساعدني على فكرة احنا لو جينا نرجع للشريعة الإسلامية الغراء هنلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجاته ليه هو سيد الخلق ليه ما قلناش أنه هو مثلا ضعيف وأنه هو بالعكس وكان مجتمع فيه رجولة مش زكورة رجولة فتلاقي الست دايما تقول لك احنا هندي الولد حتة الأرض المميزة دي عشان هو الولد والبنت الحتة اللي جوه ده انخدت اه ده انخدت الشقة دي للولد عشان لما يتجوز على فكرة البنت على فكرة برضو ايه المشكلة أن أنا لو معايا فلوس أن أنا أجيب لها شقة عادي جدا ومش معناها أن الرجل يعني الرجال قومون على النساء آه أنه هيصرف عليها بس في الظل الظروف الاقتصادية دي ايه المشكلة أن أنا ساعد بنتي مدام الزوج اللي جاي أو الشاب اللي جاي بيشتغل وقادر أنه يصرف عليها بس مش قادر يجيب شقة عادة الاثنين مليون جنيه ولا المليون جنيه ايه المشكلة ما في الآخر ده بيتها وفي الآخر ده مسكن زوجية فالتفرقة اللي بتحصل ما بين الولد والبنت وهم صغيرين هي دي اللي بتربي المجتمع الزكوري الحاجة التانية اللي بتخلي مجتمعنا زكوري هو ضعف المرأة ضعف المرأة مش أن هي تقف تزعق وتعلي صوتها في الشارع لا الست شطرة قوي في البيت إن هي تمسك جزها تديله كلمتين في جنابه ومش شطرة في إن هي تعرف تاخد حقها بالعلم والثقافة لما تشوف في حاجة غلط بتحصل واحد عكسك في الشارع بطريقة غير لائقة ملي محضر تحرش فيكي اتكلمي بنت قولي حصل حاجة ما تخفيش اتكلمي الناس كلها على فكرة الرجل المصري عنده شهامة ورجولة وناس كتير لما يلاقوا الست يعني شايف إن هي حقها بيتاخد بيوقف جنبها فخفها وضعفها وترجعها وعدم ثقاتها في نفسها خل المجتمع ذكوري لا أنا حقي هاخده طول الوقت طول ما أنا بقول أنا قادرة وقوية على إن ده حقي وما ينفعش إن أنت تاخده مني عمر المجتمع ما هيبقى ذكوري فالمرأة هي اللي خلت المجتمع ذكوري المرأة المرأة أنا مؤمنة بدا طيب والقانون ما خلاش المجتمع ذكوري قانون إيه قانون أحوال الشخصية هو القانون الوحيد ده اللي حظاك أكيد بتتكلم عنه لأن القوانين التانية بالدستور المساوا بين الرجل والمرأة الرجل الشريعة القانون المصري دلوقتي بالعكس أنا شايف أنه هو بينادي بحقوق المرأة فبيكرس فكرة فكرة أنه بص أنت لازم تاخد حقك عشان المجتمع ذكوري ذكوري بمعنى إيه؟ طيب ما المرأة دلوقتي بتشتغل في كل المجالات حتى أصبحت قاضية وأصبحت بتمثل نسبة في مجلس النواب ومجلس الشورى يعني إيه اللي هي عايزة توصل له إيه؟ مكتسبتها عشان ما يبقاش مجتمع ذكوري النقابات آه النقابات ما زالت لحد الآن لا تمثلها سيدات ولكن أنا بشوف برضو الستة هي لها عامل أساسي أنها تنادي تطالب بدا ويعني ما شفتش حد بيطالب بدا لكن الستة أنا شايفة أنها تمكنت وأن الإسلام دهقوا كتير ولو إحنا رجعنا للكتب بتاعت شيقنا الأفاضل عندهم كتب رائعة جدا في دور الإسلام مع المرأة وزاي يمكنها وإحنا ربنا مكرمنا فكون إن أنا طول الوقت بنادي بإن أنا ضعيفة أنا بكرس الفكرة دي في أزهان الزكور بخليهم يشوفوني ضعيفة وعلى فكرة مجرد إن أنت بتبيع فكرة أنت بترصخها فخلاص بتخليني بتشويلي صورة يعني أنا لو قوية وأنا طول الوقت بقولك المرأة ضعيفة أنت هتشوفني ضعيفة حتى لو أنا قوية لو أنت طول الوقت أنا بقول إن الستة دي ستة طاقة قادرة وهي نصف المجتمع بل المجتمع كله أنت هتشوفني قوية ففكرة زكوري وأنثوي يعني أنا شايفة إن إحنا الاتنين بنكمل بعض أنا لا مع الرجل طول الطريق ولا مع المرأة طول الطريق أنا مع الصح وما يصح إلا صحيح المرأة خلقت من ضلع رجل والرجل خلق من تراب والتراب ده شيء ما فيش فيه روح ما فيش فيه مشاعر ما فيش فيه روحانيات المرأة هي الروح اللي بتكمل هذا الرجل فإذن الاتنين يعني لا ينفكوا عن بعضهما البعض تماما فشايفة إنه يعني أنا اللي أقدر أقول أخلي نفسي أنا في مجتمع سكوري أو لا دكتور عبير الستات مفترية ولا الستات غلابة ولا هو ليه التعميم في كله يعني ربنا لما خلقنا بس فيه مفترية فيه غلابة جدا 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 فيه وجه جميل ووجه قبيل وفيه مفترية جدا فوق الوصف يعني لدرجة إن انت بتبقى شايف الراجل القصادها بيصعب عليك عنصر ضعيف جدا قصاد الستة المفترية فده على حسب كل بيئة وكل أسرة وترابت ازاي وتعلمت ازاي فما فيش ستة طول الوقت غلبانة وما فيش ستة طول الوقت ضعيفة زي الراجل كده بالزبط فيه راجل تلاقيه كويس وإحنين وكريم وفيه العكس تماما توصف الخلع بيه أولا الخلع لازم من الأول إن نعرف الناس معناه إنه هو هو انتهاء علاقة زوجية ولكن من قبل الزوجة أصل الحكاية إنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما رحت جميلة واحدة اسمها جميلة للرسول عليه الصلاة والسلام قالت له كانت زوجة إمرق القيس قالت له أنا مش بشتكي من دينه ولا من خلقه ولكن أنا أكره الكفر في الإسلام بمعنى يعني بتقول إن هي شافته في وسط صحابه تقريبا إنه هو دميم وقصير وأسود اللون ففهم إنه مش هتقدر تكمل معي فطبعا هو كان مديها مهرة حديقة فرسول قال لها لما شاف إن الحياة أصبحت يعني مستحيلة مستحيلة وطبعا العلاقة ما بين الزوج وزوجة حتى الحميمية خلينا ندخل في تفاصيل من الحاجات المهمة جدا اللي بتكون من أسباب الطلاق لأن عندك الطلاق للضرر زي العنة وعدم الخلفة والحاجات دي كلها بتبقى سبب للتطليق عند القادي فلما شاف إنه دي أسباب جوهرية قال لها خلاص أتردينا له الحديقة قالت له أكتر أنا ممكن أدي له أكتر بس يطلقني فجابه وقاله وخيره والراجل وافق واتطلقه إحنا لما حطينا القانون بتاع الخلع كنا بنقيس بهذا النموذج يعني النهار ده أي وحدة صبعها بيوجع بتروح تخلع الجزة قال لها كلمة تروح تخلعه اشتغلت في حتة وحست إن هي شافت نفسها بقى معاها فلوس وقدرة تصرف على البيت خلعت جزها وفي أزواج بيضطروا إن الزوجة تخلعهم هو يعني زي أنا بقولك حتة الرحمة والمواد ده والست برضو محتاجة إن جزها طول الوقت برضو يحسسها بأنوستها يقول لها كلام حلو لو ما سمعتش الكلام ده من جزها تسمعه بره فهي بتضطر وطبعا الست عاطفية هتسمع كلمتين حلوين خلاص لأ أنا مش هقدر أكمل فإحنا لازم يعني ندي للخلع مفهومه الشارعي إنه هو لازم يكون لأسباب قوية اللي هو طبعا أنا بتنازل عن كل حقوقي في سبيل إن أنا بيديني محريتي في إن أنا بتطلق ده ما بيحصلش أنا بروح أخلعه أحيانا من غير ما يعرف من غير ما يعرف يعني ما بيعلنش ما بيعرفش فجأة بيلايه نفسه تخلع طب ودور المحكمة هنا إيه هو ده اللي أنا بسأل فيه ومكتب التسوية ده اللي أنا ده اللي أنا بنادي به لازم مكتب طيب هي راحت أقامة دعوة خلع إيه الخطوات اللي بتعملها الضوء بتروح مكتب التسوية وبعد أسبوعين يعني خلال تلاتين يوم بعد كده لو ما فيش الاتنين رفضوا إنه هم يكملوا العلاقة الزوجية إن هي تستمر بتتحول للمحكمة وبتبقى جلسة وبيحكم فيها القاضي طبعا هي بتكون كاتبة في الصحيفة أو بتقول أنا لا أطيق أخشى لا أقيم حدود الله خلاص ما فيش أسباب يعني كتير ما فيش أسباب صريحة ما فيش أسباب قوية زي التطليق للضرر لأن التطليق للضرر ليه أسباب ما ينفعش أنا روح أرفع طلاء النهاردة بدون أسباب قوية مش هتتقبل القضية لكن الخلع سهل جدا عشان كده أصبح ظاهرة اجتماعية كارثية طب ليه المحكمة مش بتدقق في أسباب الخلع لأنه هو الخلع اتعمل عشان هي الست يعني اللي بتتنازل عن حقوقها هو الطلاق أنا بدأ في لي لأن الزوج هو اللي بيطلق فبيهدم أسره بيسيب ست عايشة من غير زوج ومن غير عائل وطبعا هو العائل بتاعها وبيديها بقى مفروض حقوقها الكاملة لكن النهاردة هي اللي بتقول أنا مش عايزة خلاص أنت اللي مش عايزة فمش هتخدي أنا بقول أنا بتنازل عن حقوقها ده أقلي أنا بتنازل عن كل حاجة عند القصص أو أمثلة حصلت لا 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 يعني لأسباب وهية وقيمت عليها دعوة كلها من الأسباب الوهية اللي هي ضعيفة يعني أو الأسباب الغريبة الغريبة جدا أن أعرف يعني زوجة استمرت علاقتها بزوجها فترة طويلة كان هو زوج منصب حساس وكانت طول العلاقة طول فترة العلاقة الزوجية خلافات والغريب أنها ما كانتش بتحاول أنها تعمل أي حاجة كانت مستنية لحظة يطلع معايش ومع أول يوم طلع معايش فيه خلعته لأن كانت أصل الحدوتة أنه أنا متجوزة منصب اجتماعي دي كانت من الأسباب الوهية اللي قابلتني فيه طبعا طب وإيه اللي حصل فيها دي يعني تتحكم بالخلع فيها دي أو طبعا نازلت عن كل هو الخلع هو ده الخلع عندنا في مصر هو ده يعني هم بمجرد مزال عنه منصبه لا ده بالنسبة لها هي زي اللي منصبه وهي بالنسبة لها أنها خلاص أنا مش هكمل معي وبونها عليه راحت المحكمة أقم الدعوة خل وتخلعت منه في حالة تانية آآ قلعت الحجاب آآ فزوجها كان يعني مش عايزة تقلع الحجاب خلعته آآ عشان الحجاب عشان الحجاب عشان غطاء الرأس ما حاولوش يتفهمه مع بعض ما حاولوش أولاد وأسرة هي شايفة أن هي عايزة عيش حياتها شايفة أن دي حياتها أن أنا قلع الحجاب وأن الحجاب هو بالنسبة لي مشكلة بقى بالنسبة لها العائق فمش مشكلة بقى الولاد مش مشكلة الزوج مش مشكلة الحياة والبيت اللي إحنا أسسناه وبالتالي مجتمع بيبوس دي حالة من الحالات الوهية أنا منتكلم عن الحالات الوهية أيها طمع طمع وفي حالات وهية جاتني وأنا وقفت معاهم ورجعوا الأزواجهم تاني اللي مثلا عشان خاطر ما بتحبش أخته وفي مشاكل مع مامته بسبب مثلا أصله يعني ما بيهتمش بتفاصيل مثلا بتفاصيلي أنا غيرت لون شعري أصل أنا ما بيقوليش كذا مجد فيه كده والله أه طبعا عشان لون شعري أه طبعا طبعا لون الشعري أصبح مهم جدا على فكرة مع أنه عايز أقول لحضوك على حاجة فيه كتاب اسمه رجال من الزهرة نساء من الزهرة ورجال من المريخ والله أنا نفسي يعني يعني الشباب يقروا ورجالة وستات الكبار كمان أنه طبيعة الراجل غير الست خالص يعني إحنا لنا طبيعة وأنتم لكم طبيعة تانية الست بتهتم بالتفاصيل في حاجات معينة الراجل بيهتم بالتفاصيل في الحاجات اللي هي اللي فيها شغله وحاجات معينة عمليين أكتر عمليين أكتر الست بتحب دايما يعني إيه تتكلم تتكلم في مشاكلها بس هي مش عايز تسمع حلول لأن اللي في دماغها هي تعمله فالراجل بيبقى فهم أنها لما بتيجي تتكلم عايز يسعدها فبتيجي يحللها المشكلة تقوم هي تقول له أنت ما توطرنيش ما تتكلمش معايا طب ما أنت بتحكي هو مش فهم أنها عايز تطلع بس اللي جواها هو حل المشكلة وصمت فهي بتفتكر أنه هو بني أدم غير عنده عزلة اجتماعية بني أدم مش متواصل بني أدم مش حاسس بي سكوته أحيانا بيكون عنده مشكلة بس هو كراجل مش عايز يحملك الحتة دي أو يحسس بضعفه أنه مديره هزقه مثلا فهي مش بتختار حتى الوقت المناسب ومش بتبقى فهمة أن الراجل ليه طبيعة مختلفة تماما عن الست إحنا مش شبه بعض على فكرة إحنا بنكمل بعض والاختلاف رحمة يعني الاختلاف ما بيننا رحمة لو إحنا الاتنين شبه بعض الحياة مش هتمشي فهي دي الفكرة أنه أنا بقول بنادي من الأول بالتوعية لو أنا فهمت أنا مين وعرفت نفسي كويس وعرفت اللي قدامي إيه تكوينه في حاجات كتيرة قوي هتقل في الخلافات اللي ما بيننا طيب لكن الميزة في وصيقة التأمين ضد الطلاق أن الزوجة اللي بتحصل على حكم خلع غير مستفيدة بيها لا اللي بتحصل على حكم خلع ما بتستفدش من وصيقة التلال لأنه لازم يعني حاجة كويسة آه طبعا ما هو هي متنازلة عن كل حق هو الخلع أنها بتخلعه بتتنازل عن آآ المهر وال يعني والشبكة والحاجات اللي هو قدمها لها ممكن الزوجة تخلع زوجها عشان راح تجوز عليها آه طبعا ده سبب قوي بالنسبة لها جدا سبب معناوي وعلى فكرة هي مش بتخلعه عشان تجوز عليها عشان هي بتحبه أحيانا أحيانا عشان كرامتها هي بتثقر لكرامتها وعلى فكرة أعرف أزواج تجوزوا على زوجاتهم لأسباب غير معلنة الأسباب اللي أعلنت قدامنا أنه هو الراجل ده مفتري وحب علي وتجوز واحدة تانية ولكن لما تيجي تشوف الأسباب الخفية هي الزوجة مهملة جدا ومش عارفة ليه بيشوفوا أن الإهمال ده يعني زي وزي حاجة المفروضة أنا أتقبلها عادي يعني حاجة الراجل يتقبلها إهمال عاطفي وإهمال في النظافة وإهمال طول الوقت مثلا هو يوم أجازته أو في الويك اند هي مع صحابها عند مامتها فما فيش حياة زوجية والنهاردة لما يلاقي حد بيديره كل الاهتمامات دي بتقول لك لا أنا كرامتي أنا إزاي ده راجل ده وحش طيب حد بيديره كل الاهتمامات دي مثلا زميلة عمل أو كده أغلبا بتكون زميلة عمل لأنها أقرب حد لي دي أسميها خطفة رجالة ولا أسميها إيه دي بص بقى خطفة الرجالة دي عشان احنا بس يعني هنشتبك مع بعض ماشي على فكرة في واحدة ينفع نقول عليها خطفة رجالة وفي واحدة منفعش نقول عليها خطفة رجالة مين خطفت الرجالة طيب طب نرجع للدين الأول ماشي الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجوز عائشة كانت خطفة رجالة مع عز الله طبع وجوز سيدنا خديجة ستنا خديجة لما تجوزها وجوز بعدها عائشة وجوز وتجوز هل دول خطفات رجالة؟ لا طبعا ده احنا بنتعلم منهم دول أمهات المؤمنين طبعا أمهات المؤمنين طبعا طبعا النهار ده لما تكون الناس أو الناس بتزعل قويستات بيزعلوا من كلمة عانس ولما بنقول في نسبة عنوسة وهي لفظة عنوس أصلا مش إهانة لها خالص لأن لغة العنوسة أو العنس دي لغة عربية بتطلق على الرجل والمرأة إن هو اللي بيعزف عن الزواج هو مش عايز تجوز ده مش معناه إهانة ولا تحقير لها هنقول اللي مش متزوجت يعني ده اللفظ اللي هيرياحهم شوية إنه بسبب إنه المعايير اختلفت للجواز تماما وبقى فيه نسبة عنوسة كبيرة أنا النهاردة شايف أن أنا سني مثلا داخل مثلا على الاربعين ومش هارف أتجوز حد يعني مثلا الخمسة واربعين سنة ده مطلق مثلا أو متجوز ومش سعيد في حياته الزوجية وهي عايزة تتجوز ومن حقها أو عندها حاجة وثلاثين وعايزة تخلف هل ده مش من حقها بس إنت تكون خطفة رجالة لما تكون شايفة أن فيه استقرار في هذه الأسرة وعايزة تهدم وعايزة تهدم الأسرة هي دخلة بنية الهدم ولكن فيه حالات فعلا الزوج لو ما تجوز على مراته حيزني فلازم نفرق ما بين الحالتين لإن مش هينفع نقول طول الوقت إن الزوجة التانية خطفة رجالة ومش هينفع طول الوقت نقول إن الزوجة التانية دي ست كويسة والأسباب المعلنة مش هي دايما اللي بتكون هي الحقيقة يعني بيبقى فيه أسباب زي حالة شفتها قدامي زوجة تجوز على مراته من غير علمها بدون علمها هو لو قالها كانت يعني ممكن تقتله يعني حقيقي يعني لما عرفت هو من كانش عايزة تطلقها هو بيحبها على فكرة بيحب زوجته الأولانية كان السبب إيه؟ هو قال لها جملة واحدة بس قال لها أنا كان نفسي أحس برجلتي يوم واحد معيكي انت طول الوقت بتعيريني إن انت بتصريفي على البيت هو بيصرف بس هو موظف بسيط وهي بتشتغل يعني أضعف أضعفه انت طول الوقت تقولي أنا اللي عملتك أنا اللي خليتك كذا أنا اللي بصرف على البيت انت قبلتي هذا ليه طول الوقت بتعيريه؟ طبعاً ما بقاش حاسس برجلته فلما تجوز تجوز واحدة أقل منه بكتير سواء سعيد معه فقدام الناس إنه خانها لكن هو مع نفسه هي خانها هي اللي يعني ضمرت مشاعره العاطفية لأنه ما ينفعش أنا النهاردة أقبل بهذه الزيجة وخدت إنسان ظروفه معينة أنا تقبلتها وطول الوقت عمالة أشوله على العيوب اللي عنده أو على النقص اللي عنده وأقوله أنت كذا وفيك كذا وفيك كذا مين يقبل ده؟ أحدش هيبلكين؟ ولا أنت تقبلي برضو إنه هو طول الوقت يقلل منك ويقلل من قمتك يعني برضو أنت مش هتقبلي فلازم نحط نفسنا مكان الطرف التاني حتت بقى المرأة 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 يا جماعة احنا عايزين نتكلم عن المجتمع لما نيجي نحط قوانين نحطها للأسرة مش عايزين نحط لفظ يعمل عنصرية تعمل مشاكل ما بين الزوج والزوجة النهاردة القاضي وهو قاعد بيحكم هو قاعد مقتنع بأن الزوج أحيانا مسكين بس هو شايف أن الزوجة لازم تاخد حقها عشان خاطر المجتمع ودي كارسة مانا طول الوقت بقول المرأة 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 يا جماعة حققوا يا جماعة عايزين تحقيق عايزين نتحري عايزين أخصائيين اجتماعيين ونفسيين عايزين نشوف الأسباب فين عايزين نوقف كل واحد عند الحتة اللي هو مكبرها الكلام ده مش موجود نادرا لما بتلاقيه بتأييد التعدد؟ بشروط وتكلمت في الموضوع ده قبل كده ولكن بشروط إن أنا بقى أقايد التعدد ليه بقى زي ما ربنا إداني الحق إن أنا أخلع الزوج عشان هو مش عجبني والنهار ده بدل ما يطلقني مش إحنا بنقول إن المرأة عنصر ضعيف هو ينفع لعنصر الضعيف اللي عنده أولاد يترمي في الشارع طب أنت النهار ده ما عملتيش اللي كما يجب أن يكون كامرأة وكزوجة وما قمتيش من متطلبات البيت أو ما بتنجيبيش والنهار ده أنا حاولت معاك مراراً وتكراراً إن الحياة الزوجية بقت مستحيلة ما بيننا فأنا حسن أخلاقي أنا كزوج ما شردتش ولادي ما كسرتش خاطرك بس أنا من حقي إن أنا عايش حياة زوجية هادية بشرط إن أنا مظلمش وإن أنا قاعدل ما بينهم لكن الجواز من أجل بقى رفاهية وبقى معايا فلوس فأنا روح تتجوز ده ربنا هيحسبه ده كده كده ده يعني جزء ربنا هيحسبه على الظلم لو ظلم أنا قلت لو ظلم لو ظلم لإن ده حق الشرعي ولكن حق الشرعي قلنا بشروط إنه يكون في أسباب قوية زي ما قلنا في الخلع في أسباب قوية ما هو إحنا قلنا الرجل والمرأة في مسومة بينهم في الحقوق وفي الالتزامات زي ما بنقول إن الخلع يكون في أسباب قوية كمان التعدد يكون في أسباب قوية أنا النهاردة مش كل واحد ربنا رزق بقرشين وبقى خلاص الدنيا بقت حلوة معايا هيروح يتجوز من أجل إنه هو عايز يجرب حاجة جديدة يعني لو أنت يا سيدي حاسس إن الفلوس معك كتير جوز ناس فقيرة عامل حاجات خيرية لكن إمتى تتجوز على مراتك لما تكون فعلا أنت مش سعيد السعادة الحقيقية معاها زوجة مهملة زوجة عصبية طول الوقت فنكد زوجة مادية حتى زوجة المادية دي مزعجة جدا على فكرة وبتأذي مشاعر الزوج بيحس دايما إنه هو بتحبوش فكل الحاجات دي بتدفع الراجل إنه هو بتحب اللي في جيبه بس بالضبط زوجة متسلطة زوجة واخداني ده فيه واحدة عندها 42 سنة اتجوزت من أجل الخلفة فقط أول ما جابت أول طفل خلعته خلعته يعني ففيه حالات بجد بيشيب لها الرأس بصراحة فأنا مع التعدد ولكن بشروط وهو حق ربنا فرضه للزوج والإسلام ما قاتاش بالتعدد التعدد كان موجود من قبل الإسلام ولكن الإسلام نظم التعدد خلق أربع بس كانوا أكتر عشان الناس بس اللي بتصادر على الإسلام وبتدعي على الإسلام إنه هو إسلام بيدعو إلى التعدد وإلى الزواج الكثير وكده لا هو نظم التعدد فقط طب شايفة إيه الحل في موضوع المكاتب التسوية يعني مكاتب التسوية عشان أفعل دورها ويكون دورها مؤثر في أي قضية شايفة إنه إحنا دايماً بنبتدي بالقوانين بتاعتنا في البرلمان فمجلس النواب هو اللي بيطلع القانون وبيشرعه وبعد كده بيظهر للنور وبيتفعل في المحاكم مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كمان اللي دوره يعني يعني مهم جداً جداً إنه دايماً بيبقى فيه الحكماء والعقلاء والمثقفين لإنه لازم اللي يحط القانون ده لازم يكون أولاً يكون متجرد من حتة إنه أنا مثلاً ست فعايز القانون يمشي على هوايا وإنه أنا راجل فعايزه يمشي على هوايا لازم يكون فيه حد الصالح العام الصالح العام إنه بدل ما نعود من حط قوانين بتقطع أواصل الرحم زي قانون الرؤية الأب النهاردة اللي بيروحي يشوف ابنه ساعتين ويمشي يعني قمة المهزلة وخليني لما رد على سؤال حدودك أكلمك في حتة الرؤية دي لإنه دي نقطة مهمة جداً إنه وإحنا بنحط القانون بدل ما نعود ندور على قوانين جديدة عايزين نحارب بيها الراجل وإنه نبقى مع المرأة طب ما نشوف مكتب التسوية أخصائين الاجتماعيين الناس النهاردة ده فيه كرسة بتنادي إنه نحن نلغي هذا العلم والتخصص ونخلينا دايماً في الحاجات التكنولوجية هتلاقي دايماً فيه شباب طالعين على السوشيال ميديا يقولك ادرس كمبيوتر ادرس كمبيوتر دخلوا في كل مجالك حتى في علم الاجتماع بس علم الاجتماع وعلم النفس ده مهم جداً ده هو ده أساس الأسرة المصرية إن أنا يتم اختيار هؤلاء بدقة متنهية ويتم تفعيل لهم أعضاء مكتب التسوية بالضبط كده ويدم تفعيل دورهم ويكون فيه يعني يكون فيه رضع يعني وجزاء لو ما تمش ويكون فيه طعن في الحكم ده لو لو ما مرش بجدية تم ونهتم جداً بالعلم ده فعلاً ونديهم دورات نصرف عليهم ونديهم دورات ويبقى فيه مكاتب إرشاد ليه ما يبقاش فيه مكاتب إرشاد للأسرة أنا أتبنى هذه القضايا وأن أنا أعالجها بشكل قبل حتى دخول المحاكم ويبقى عليها حتى رسوم بسيطة يعني برضو يعني يبقى فيه استفادة للطرفين دي نقطة النقطة التانية اللي هي قانون الرؤية يعني سن الحضانة قلنا 15 سنة للولد والبنت للولد والبنت زمان كانت 12 سنة و7 سنة قاعدوا يطوروا لحد ما بقى 15 سنة هو أصلاً الحضانة للمرأة اللي علة تشريعية وشرعية هي أن الأم هي الحنان والدفء اللي تقدر على رعاية ابنها وأن هي تأكله وتنيمه صبر عليه طيب دور الأب ده مفيش ده دور مهم جداً 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 أنا عند 12 سنة مش 15 سنة الولد خلاص دور الأم مجرد رعاية وليس تربية التربية بتيجي بقى في الدور ده للقب أنت النهاردة لما بتخلي الابن أو البنت تشوف باباها ساعة وممكن ما تشوفوش ولو هو خدهم هيتحبس هي ما راحتش الرؤية ما بتتحبس أنا النهاردة بقى ناشد المسؤولين بأن إحنا بدل من نحط قانون جديد نفعل القانون ونزبطه بما يتلقى مع الشريعة الإسلامية ونسأل علماء النفس ونقول لهم الحالات اللي بتجي لهم الولد اللي بيجي النهاردة عنده 8 سنين وعنده متلازمة دي متلازمة دي متلازمة زي اللي عندي دي أه والله يعني ولد عنده 8 سنين كان عنده متلازمة وكان طبعا زميله بيشتكم إنها في الفصل بتاعه ومش عارفين يسمعهم كتر ما هو ففيه دكتور قال هنعمل له عملية لحمية رح لطبيب تاني عشان ناخد إجراء تاني فقال فين بابا الولد الطبيب ما يعرفش أي حاجة عن الأسرة ولكن الأب طبية شغله طول الوقت مش موجود فقال طلع كتاب كتاب مكتوب يعني فيه في علم الطب يعني وعلم النفس إنه الحالة دي متلازمة للطفل بسبب غياب الأب عنه ولو إن الأب مدلوش الحنان اللازم والرعاية اللازمة بتصبح متلازمة عنده بعد 14 سنة لعمره كله ولما الأب بعرف ابتدى يهتم بالولد أسبوع بالزبط المتلازمة دي راحت ده مثال بسيط الولد في سن 15 سنة محتاج باباه محتاج إنه يبقى في حزم محتاج إنه هو مش كل كلام ما أنته هيفضل يسمعه طول الوقت فهي لازم تفهم حتى لو أنا متطلقة من زوجي بس أنا لازم أكسبه كأب لولادي أنا بحبوش بس أنا هكسبه كأب لولادي ومبينش إن أنا قدام أولادي خلاص شراكة وانتهت ولكن لها أثار أحترم هذه الأثار وهذه الثمرة الثمرة اللي هي الأولاد أنا محتجاله في إنه هو البنت أو الولد يعيشه في جوه أهمن ونفسي كويس أنت مش زنبهم أنت عيشتي حياتك مع أسرتك زي الفل حصلت مشكلة في الجواز نعم أنت ليه بتبتدي حياة ابنك بهدم نفسي وهو محتاج لدعم نفسي فالرؤية ده الرؤية ده قانون ظالم إن أبي يشوف ابنه في مكان غير أدمي وإن الجد والجدة ما يشوفوش أحفادهم وإن الزوجة بتساعد على كده إن هي يعني تنكيلاً وإزلالاً للأب دي كرسة والأب كمان اللي بيزل زوجته بالنفقة عشان ما بتوريلوش الولاد هي حرب يعني مش مشروعة خالص طيب ليه أنا في قانون الرؤية لو رحت وخدت أولادي ومشيت أتحبس وهي لو ما جاتش تنفذ حكم قضائي ما تتحبسش هو مفروض إن هي تالت مرة لو ما نفذتش الحكم ده اللي هو الرؤية بسبب بدون أسباب واضحة مفروض إن هي بتنسحب منها الحضونة بس ده ما بيتنفس طيب ما بتنفسش الليه ده اللي أنا بتكلم فيه المكتسبات المرأة ودور المرأة وحق المرأة يعني يعني زي ما قلت خانون الرؤية ده ظالم ده ظالم فعلاً أنا بشوف إنه ظالم أنا امرأة ولكن أنا لا أقبل إن أنا ابني لو أنا منفصلة إنه يقابل بابا في مكان غير أدامي في مركز شباب ولا فيما يعني إزاي ده يعني لازم يكون في البيت ومع وبقى فيه نحب حتى جوه أسري حتى جوه أسري فيه قواعده طبعاً يعني يبقى فيه أي يعني ضمانات قانونية عشان لو خده لكن أنا حطه بقى وعود رأبه نحطه نعود يعني حتى الولد نفسياً هيبقى عاملة زي إيه بقى قيمة هذه الرؤية فين قيمة هذه الرؤية هل هي قتت بثمرها لم تأتي لم تأتي بثمرها إيه قصة الأم اللي خدت ابنها في المحكمة اللي عنده 15 سنة دي قصة من القصص بقى اللي أنا شفتها دي كانت عايزة خلع ولا لا خلع دي من القصص اللي هزتني جداً جوه المحكمة إيه اللي حصل فيها لقيت يعني كان فيه زوجة كانت سيدة جميلة وقفة مع المحامي بتاعها واضح إنه هم يعني خلاص في علاقة خطوبة مع المحامي مع المحامي الزوج شكله عامل أو يعني واحد صناعي يعني فجأة لقيتها الولد اللي ما بينهم يعني ابن الزوج وزوجة المنفصلين هو مش راضي يروح للأم وكان يوميها كانت جلسة ضم إن الأم هتاخد الولد معها فالولد راح لبابا وبيه غاية مش عايز يروح لمامته فالأم تيجي قدام الجموع المحاميين والمتقاضين في أرواقة المحاكم وتقوله انت عايز تروح لباباك يا فلان مش ده باباك اللي بيعمل فيك حاجات وحشة واتهمت الأب بالشزوز مع الإبن وطبعاً أنا ده صورته عندي على الموبايل وثقت هذه اللحظة لأن ده يعني ده جريمة إن أنت بتشويهي صورة الأب وبتحطمي سمعة ابنك لمجرد إن أنت عايزة عايزة الولد حتى لو على فرض ده يعني لا يصح إنه إيه يقال في المحكمة قدام الناس المحامي اتهم الأب المسكين بإنه دربوا وأنا وقفة مش شفتش أي درب ولا أي حاجة وخلوا الحرس خدوا فاطلعت الرئيس المحكمة وقلت له ليه قلت على الأب مسكين هقولك ليه لأنه ما شفتوش درب فاطلعت وقفت مع كلمة حق إنه هو ما دربوش وانزلت مع الاتنين مع الأم وقفت معيها مع الأب وقفت معيه وكنت عايزة أتحرى هذه الحقيقة أنا كان عندي فضول رهيب اكتشفت يعني كان عندي أمل إن يكون كلامها صحيح ولكن اكتشفت إن هي كانت ظلمة الأب بكى بالدموع وحكي لي قصته قال لي أنا نجار وعلى قد حالي وزوجتي كانت معاها دبلوم وأنا كنت كان نفسها تكمل تعليمها وأنا كنت بحبها جدا اشتغل كتير جدا وصرف لحد ما خلها خاتت كلية واشتغلته وبقت فتاة يعني زوجة عاملة وجامعية فخلعته ما بقاش هو يليق بمستواها العلمي والثقافي يعني بعد ما ساعدها خلعته خلعته فلما راحت للمحامي حصل بينهم يعني علاقة حب وكده فحصل يعني إنه خل المحامي ساعدها إنه هي تقيم دعوة خلع عشان يتجوزه تمام كان عايزة تجوزها صح كده ده حقيقة برضو في قضية خلع تاني من القضايا اللي هي اللي استوقفتني إن الزوجة كانت بنت بنت ناس جدا ومامتها وباباها ناس محترمين وتقدم لها يعني برضو يعني كانت الاختيار كان بناء على التقارب الثقافي الاثنين في نفس يعني من نفس الكلية التقارب الاجتماعي والتقارب المادي حتى الاثنين مادياتهم كويسة ولكن للأسف الناس بتشوف إن كل دي صفات أو موصفات للزوج خلاص أنا هتجوزه فقبلته من قبل ما تتعمق معايا في حتة المعاملات المادية أنا ممكن أكون معايا فلوس كتير جدا وراجل بخيل ممكن أكون معايا فلوس جدا وطمعان في اللي قدامي هل من مزيد فطبعا هي تجوزته وقبل ما تتجوزه طبعا كان فيه اتفاق على إنه هم يجيبوا شقة مشتركة ما بينهم مع إنه يقدر إنه هم يجيب شقة ولكن أهله هم اللي كانوا بيتحكموا فيه وقالوا له الأب ده ميسور الحال ومعايا فلوس فخليه هو اللي يجيب لها شقة وكذا فالأب طبعا إيه البنت رفضت قالت لأنا عايزة شقة إيه هو يجيب لي شقة فجابوا شقة باسمهم هما الاتنين أبو البنت دفع وأبو الزوج دفع وبيت باسمهم هما الاتنين بعد كده اكتشفت إنه هو ما بقاش يصرف خالص عليها بدأ باباها كلما يديها مصروف هو ياخد المصروف بتاعها ويديها من المصروف يعني هو اللي بيصرف من المصروف باباها وهي البنت عشان شخصية كيوت كده وضعيفة فكادش بتقول الباباها خايفة إن هي تعمل مشاكل وجابت بنت صغيرة خلفت فمش عايزة أي مشاكل فابتدى إنه هو يبتزها ابتدى بقى يعني يعني مش عايز يصرف ياخد عربيتها جردها من كل شيء فقالت له طلقني مدام أنت مش عايز تصرف مش عايز تعمل قال لها لا أنت يخلعيني أنا مش هطلقك أنت لا تخلعيني بس قبل ما تخلعوا كان خلاها خلاها عملت له توكيل وخاد الشقة كلها باسمه طب وهي مضت على التوكل إزاي هي ضحك عليها برضو قال لها أي أسباب وهمية عشان أنا وأنا مسافر لازم يكون معايا عقد كذا فطبعا مفيش خبرة قانونية فمضت فلما جم عشان يطلقوا حتى كانت خايفة جدا قدامها ميتها وباباها فقالت لهم أنا عندي مشكلة ومضطرة أن أنا أعترف لكم إنه هو خاد الشقة فخلعته ودي كانت من الحاجات الصعبة جدا لأنه سافر بعد كده الكويت وساب البنت صغيرة بدون عائل رغم أنه فيه تكافؤ في المستويات بين الاتنين بتحصل كتير جدا بيبقى الزوج معاه فلوس ولكن بخيل وأهله بيصرفوا عليه وبيبقى طمعان في الطرف التاني صورة عبير النجم أنا اتشرفت بيك أنا اللي متشرفة بوجودي معاك يا أستاذ عيسى من النهاردة شكرا مرة تانية على تلبيت الدعو